وروا الترمذي وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله وهو تكفير للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد دأب الصالحين قبلكم هكذا كان صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أصحابه وهكذا كان من تبعهم وهكذا كان الناس لا يفوتون حظهم من قيام الليل يحبون أن يكتبوا في من وقع عليه مصطفاء ربنا أن يكيمك ربك من بين ظهران قوم كُلُّهُمْ نَئِمْ ترجمة نانسي قنقر